موسيقى 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 جورج اسحاق انتهاكات حقوق الانسان في مصر زادت عن حدها مصر هي البلد الوحيد في العالم اللي انتهاكات حقوق الانسان فيها لها حد مسموح بيه ولبتجاوزنا الحد ده يبقى فيه مشكلة اللي هو نظام طخه بس متعوروش يا بوي باركليز البريطاني اعتزم التخارج من مصر يزرع لك البلد كبيرة عليهم دلوقتي وهيرجع على 2030 ان شاء الله على ما تكون مشكلة الدولار تحلت شكلها هتصفصف علينا احنا والمروحة بس ما بيهمناش طول ما احنا كراو القوات المسلحة تعلن عن توافر آلاف الوظائف حتى منتصف مارس طب القوى العاملة عندها علم بالموطوة ده يعني زي اي دولة مدنية طبيعية كده يعني مذيعة التلفزيون الكوري للسي سي انت دبلوماسي كدا والرئيس يرد انا رجل عسكري مش دبلوماسي انا رجل عسكري مش دبلوماسي زي اي رئيس مدني عادي جدا يعني وزير الاوقاف من لا يحمل كرنين نقابة الصحفيين ليس اعلاميا اخرجه الامام مخبر الاوقاف امين شرطة يطلق النار عشوائيا في مشاجرة مع شخص ببولاء الدكرور فيصيب طفلة بطلق ناري في ظهرها حالة فردية بسيطة من الاسبوع سي سي علامة تجارية عالمية تذر ملايين الدولارات على مصر مش قديمة دي شوية عملوها ايام الانتخابات امصنهم مركة السي سي يبدو انها ما نجحتش اختفت خالص دلوقتي مندوب مصر بالجنيف لامريكا لا نقبل نصائح من دولة تنتهج حقوق الانسان يا جامد انت اللي مقطع البطاقة اللي ينصحون اقال هيفهموا في انتهاك حقوق الانسان اكتر مننا ده احنا اللي بدعناها ثم احنا اصلا ما عندناش انسان بدء تطبيق قرار الصحة برفع اسعار 54 دواء طب ايه محدش هيرفع اسعارنا احنا كمان بالمرة في الهوجة دي داخلية للضباط لا تلسقوا التهم جزافا بالمواطنين لا يا شيخ هتحلوا مشكلة تلفيق التهم للناس بنظام العابوا مع بعض يا حبيبي ما تتخنقوش مش بقوانين تحاسب المتجاوزين الفرديين مرور القاهرة اوبر وكريم مخالفة للقانون انو عدوا اكملها لضبطها وده طبعا في اطار العبقرية الادارية اللي مسكى البلد خدمة خاصة جديدة الناس حبيتها وريحتهم فبدل ما تقننها وتحل مشاكلك القانونية معها ان كان فيه فعلا مشاكل قانونية يعني لا نكد على الشعب اللي مش لازم ارتاح ابدا مالكة حضانة بالمطارية تطعن ولية امر بمطواب بعد ما اشتكى سوق معاملة نجلة حضانة قبل مودة القناة العاشرة اتصالت دورية بين السيسي ونتنياهو اهم حاجة انو عمرو ما قال له عزيزي نتنياهو بيدخل في الموضوع على طول حبس عمر علي منسق 6 ابريل 3 سنوات وغرامة 500 جنيه بتهمة قلب نظام الحكم قلب نظام الحكم عقوبته 3 سنين سجن هو كان بيدعو القلب نظام الحكم ولا ظط نظام الحكم يلا يعني يا جيت على دي او بعدين بتسلوا عليهم واحد ورد تاني والتهب معلبة وجهزة الدخلية لا يوجد معتقلونة بالسجون او اقسام الشرطة دي دخلية السويد اكيد مش دخلية مصر بحلى بحصاد الانجازات القومية مش جيلنا هو اللي هيخده اللي هيخده هو الشباب لا هو كده قريدي كلنا اخدناها جماعة اكيد اخدناها طبعا يبا احنا خدنا كتير اقوي الصراحة يعني خده انتو شوية احنا اكتفينا يعني خناءات واشتباكات بالايدي بين مواطنين الحصول على زوجاجات زيت غريبة مع ان التموين مرطرة ومش لاقي حد ياخده يعني نواب اصيوتو يطالبون رئيس الوزراء بانشاء سجن متكمل في المحافظة شايفين النواب اللي بتفكر في مستقبل الشباب او بالما نشوفهم بيطالبوا بانشاء مدارس ومستشفيات ومصانع كمان بعد ما نكون حققنا فقد انتاج في السجون وبدأنا نصدره للخارج عشان نجيب عملة صعبة ومصر دي قصر البنت رئيس الوزراء مصر تصنع كل حاجة ودعم المنتج المحلي عمل وطني من تأكد من عالم تاني من عالم تاني الزند افكر في قانون يعاقب والدي الارهابي الخبيد اللي بيحبه وهو ضواب يحبه واحد وقب جميل يطرق ده على اساس ان ده ما بيحصلش دلوقتي فعلا وما فيش قسر بيطابض عليها راهن عشان حد يسلم نفسه فضيحة بالأوقاف ننصر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزودته للحج على نفقة الوزارة يلا ربنا يتقبل احمد كريمة دعم صبح على مصر واجب شرعي كتجهيز الصحابة لجيوش المسلمين تشيء بديه جدا مدام بيحكمنا نبي ولا احنا نسينا نسينا احنا طيران الامارات تهدد بخبض حجم عمالها في مصر 75% بعد كيل ايمو اير فرانس ولفت هانزا وبريتش ايرويس طيران الامارات اللطيف ان مجموعة مستحقات شركات الطيران كلها مايوصلش لنص مليار دولار في حين ان احنا فرتكنا مليارات على ترعة قناة السويس الجديدة وطيرات الرفال وغيرها من الفناكيش ضبط موظف تهربة من دفع تسكرة المترو بالعتبة يا البلد خربت من شوية ما هو من امثالهم البابة توضروس يشيد بصبح على مصر عمل يعود بالفائدة على كل المصريين وده طبعا مش خلطي للدين بالسياسة خالص مفسرا التنسيق الامني مسئول سابق بالمخابرات الحربية مصر واسرائيل جارتان عدوهما واحد يا ترى هما جارتين فعلا وند الند ولا فيه حد فيهم شغال عند التاني ويتمناله الرضا يرضى اغلاق سبعين بازارا سياحيا بالغردقة وتشريد مئات العاملين وده طبعا الناس قررت انها تتحجب وتعتزل بدري بدري وتتفرق للاخرى كفاية فلوس ودونيبا حسن يوسف يقترح انشاء مدينة للملاهي الليلية في 6 اكتوبر الاسلام الوسطي الجميل المركزي يسحب ثلاثة ونصف مليار دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات المستوردين وخبراء ازمة حدة والبنك ينتهيك سياسة التعتيم كالي صلاح يقدم للضيوف طائرة تستخدم للتجسس في اول اللقاء حوليكم بقى الطيارة لايب في الستوديو بسم الله الرحمن الرحيم ادهاني دي الطيارات نوع من الطيارات اللي بتتمسك من طائرات التجسس اللي في الفيديو ده ساعدتك لهبة موجودة بكل محلات ألعاب الأطفال في العالم بس لأننا عايشين في الفرع التاني الكوريا الشمالية اعلامي عندنا مش عارب ده وبيقدمها للناس على انها طيار التجسس مميش عن تحول السفن لرأس الرجاء الصالح بغض النظر على ان العالم حلق لنا ورجع يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح اللي اخر مر اسمعني عنه كان في كتاب الجغرافيا بتاع ابتدائي تقريبا بس متعاودوا سوا بتتفق مع بعض على كلمة واحدة يا اسرائيل دولة شقيقة وحبيبتنا وفي بيننا وبينها معاهدة وتعاون ولا دولة بتتأمل علينا شاكلكم بايخ جدا وانتوا كلوا ساعة بكلمة شاكية التاكسي النهري الفانكوش توقف المشروع بعد مغادرة وزير النقل حفلة افتتاحه اللطيف ان التاكسي عبارة عن لانش مكتوب عليك تاكسي مفيش فيه اي عوامل امان للركاب نهائي هو مش مجاهز للغرض ده اساسا دور على صور التاكسيات النهرية على جوجل هتلاقيها متأفلة تماما بحيث يكون امان للركاب خصوصا لو فيه معهم اطفال يعني جايبين اي لانش والسلام وعملين حفلة على شرف تعلوب وبيقولك مشروع وكبه بائس او المستودة الصراحة تعفر حملة الجيش للاستعانة بقبائل سيناء في الحرب على الدولة الاسلامية الجيش بعد ما فشل في مواجه الداعش في سيناء لانه مش فضلهم طبعا وراء دولة بيحكمها قرر يعمل حربة اهلية في سيناء بس حتى دي فشل فيه الامن عصابة الدكس وراء استشهاد معاون مباحث الخنكة وثلاثة اخرين استشهاد رئيس مباحث ثاني شبراء في مواجهة مع مرتكبي مذبحة الخنكة الدخلية اللي مفيش حد فيها بتصب خدش لما بيصفوا ناس ويقولك ارهابيين مش عارفين يصدوا مع مجربين بجد حبس زوجة ووالدة المتهم بقتل رئيس مباحث الشبراء بتهمة مقاومة السلطات ايه ره قانون الزند بيتطبق اهو بالفعل ومالكن بيقولك لسه بيفكر فيه شريف اسماعيل يطالب وسائل الاعلام ببث الامل في المواطنين اللي هو تكذبوا عليهم اكتر يعني ما بتكذبوش بالقدر الكافي صار في ستة الاف مجهودات غير عادية للقضاء واعضاء النيابة طبعا ستة الاف جابوهم من العبط اللي صباحوا على مصر الكامي يوم اللي فاتوا طب ما كان السيسي قال لنا نصبح عليهم على طول يعني كنا ندي كل قاضي ومستشار كده زرفي في ايده وخلاص بدل اللفه والدوران يعني تلاتين مليار جنيه قرض فرنسي للدفاع يثقل كأهل الدولة طبعا مجلس الشعب وافق على طلب قرد قدره 30 مليار جنيه لوزارة الدفاع القرد ده مش عشان ناكل ولا عشان السيسي يعمل مشروعات وتنمية في البلد لا القرد ده عشان نصد صفقة طيارات الرفال اللي اعلن عنها السيسي السنة اللي فاتوا البلوت تويست بقل في الموضوع ان القرد ده اللي هيسده وزارة المالية مش وزارة الدفاع من الحقهم طبعا يعني انتوا يرضيكوا ان جنرالات الجيش والمجلس العسكري يمضوا علي جنبيالات لا طبعا نتحملوا احنا ونتفشخ بدلهم الحكومة تقترض 14.12 مليار جنيه من البنوك البلد اللي مقضيها شحاتة دي احنا كنا مش محتاجين لرئيس عسكري ولا بدلي احنا محتاجين رئيس جامعية وكل شهر يقبضها لحد فينا ضبط كومساري قطار بنها لاختلاسه 3 جنيهات من اموال الدولة قال لك وعلى الفور قامت قوة من شرطة النقل والمواصلات بضبط كومساري وبسؤاله انكر ارتكابه للواقعة وقرر قيامه بسداد قيمة التذاكر دون وجود زيادة او عمز فكلفت ادارة البحث الجنائي بالادارة بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها تايفين حجم الكارثة اللي احنا فيها؟ الدولة والامن كلفوا نفسهم عشان يقبضوا على كومساري اختلس 3 جنيه وعلى صعيد اخر المالية اعفاء وراسكم للانشاء من نزاع ضريبي بقيمة 7 واحد من 10 مليار جنيه الدولة بتصبح على سويرس ب7 مليار جنيه يعني انت اغلبها انت تصبح على مصر ومصر ملياش نفس تصبح على حد سويرس مهواش مواطن مبتلة بانه مصري زي وزيك بالظبط ولا ايه؟ الدولار يكسر حاجز 9 ونص جنيه في السوق السوداء الدولار داخل على 10 جنيه وانا رأي الصراحة نفضها يصيرها ونخلي العشرة جنيه العملة الرسمية للبلد ونلغي الجنيه ده خالص الخطوط البريطانية توقف تعاملها داخل مصر بالجنيه شاخليل عشان تعدي بس المراضي لازم تشغل بالدولار تعليمات للأسواق الحرة في المطارات المصرية بالتعامل بالدولار فقط مبروك مصر نفسها رفضة تتعامل بالجنيه الخطوط البريطانية تعلق مبيعاتها في مصر وتقصر الحاجز على حامل البطاقات الايتمانية مع العلم ان البطاقات الايتمانية المصرية بقى عليها قيود كتير جدا على الاستخدام بالدولار اللي هو يمكن الليمت اليوم بتاعها اقل من 8 تسكار الطيارة اساسا ارتباك في وكالات التسويق الالكتروني عقب تضييق التعاملات بالفيزا البنوك وقفت استخدام الفيزا كارد في التعاملات التجارية على الانترنت فطبعا كل حملات الدعاية الخاصة بالشركات والمؤسسات وقفت وكل الشركات اللي شغالة في التجارة الالكترونية اتخربتها وكل ده بدون سابق انذار ولا خطة مستقبلية للحل لها وزيرة الهجرة تطلق شهادات بلادي الدولارية للمصريين بالخارج انت راجل عايش في الخارج وعلى قلبها فلوش قد تجاره وفي النهاية بتحويش عشان ترجع بلدك طيب يحصل ايه لو ما لقيتش بلد ترجع لها هتعمل ايه بالفلوس ايه رأيك تدينا الفلوس نشفوتها ويبقى عندك مخاطرة انك ما تشوفش الفلوس تاني في مقابل انك تلاقي بلد ترجع لها مطلع سهلة ومال بيقوله صعب وبياخدوا فلوس على قلبهم قد تجاره مصطفى الفئيه ابو الغيط هو مرشح مصر لامانة الجامعة العربية الفلاش تام للدولة فبدأت تستدعي الوشوش القديمة بتاعة مبارك للساحة تاني البلد مفيش فيها اي كوادر تنفع النواب يوافق على حق رئيس الجمهورية في طلب تعديل الدستور طلب تعديل بس ايه التعند سهلوا الامور كده ياخدوا معا البيت زباطوا براحتوا ويباعتوا مع اي حد يا مش عضية مش كل حاجة تعقدوها كده نائبة برلمانية النقابات المستقلة اعداء الوطن والتعددية تخرب المنشآت تحقيقي لما الدولة تكون هي النظام اللي بيحكم مش الشعب داعش تذبح مواطن وتقتل نجله بالرصاص في ميدان عام بعد محاكمة سورية وسط العريش محاكمة واعدام في ميدان عام وسط الناس وتصوير فيديو وطول المدة دي مفيش لجيش ولا شرطة ولا اعلام كانوا فين يا ترى انا اقول لكم كانوا فين لحظة تحرير شاب تم اختطافه تحت تهديد السلاح داخل كهف في الجبل انا على فكرة جماعة قبل اي شيء بقى انا عاوزكم ايه تركزوا معايا في طحينة في عيش في معيشة في الكهف ده في القوخ ده تحديدا في الجبل في المكان النائدة تلاتة كيلو زي ما شفتوا بحضراتكم عيش خلطات وشاي وقهوة شاي وقهوة سكر معيشة كاملة اسلوب تعيش كامل في القوخ ده زي ما شفنا كده وحدة مكافحة الطحينة في الداخلية بمصاحب التغطية اعلامية من ذكر الرهام سعيد وهي بتحرر واحد مخطوف في حمام بلدي وسط الصحر وكانوا بيجروا المسافة دي كلها عشان ما يخدوش المخطوف بصوت العربيات وسط الضغط النفسي اللي هو فيه وهو متحوط بالطحينة المتفجرة داخل الحمام البلدي والجميل ان الخاطف كان متعاون جدا لدرجة انه سمح لهم يصوروا من جوه الكهف قبل اقتحامه ونحب نحيي الخاطف كمان انه مقاومش بقوات خالص ولا رام عليهم فرد التبس بحط احمد موسى مدارس اليابان زي فصول امبابة بالزبط وشاف مدرسة المدرسة دي مدرسة عادية جدا موجودة في مكان عادي جدا ممكن عندنا زي امبابة يعني مدرسة مفهاش التكنولوجيا انت رايح انت موجود في اليابان فاحنا متوقعون مدرسة هنلاقي كل جس الكمبيوتر لا 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 وانا بقولك اهو لا عادي جدا صبورة طبشير عادي جدا ومدرسة عادية جدا ولا فيها اي شيء بس اللي فيها ايه هو الطالب اللي انا بكلمكو عليه مبارح الطفل الصغير بيتعلم ايه نظافة شوفوا الاستقبال ازاي شوفوا الولاد الاستقبال والرئيس ازاي الولاد اللي بينظافوا المدرسة وزي ما كلنا شوفنا في الفيديو عندهم تسعين عيل في الفصل وبيكتبوا على الارض برضو سقينا بالزبط الجميل ان احمد موسى بيقولك الفرق الوحيد ايه في الطلبة المشكلة في الشعب برضو الشعب هو اللي معفن ما بيتعلمش النظافة ولا نظام خرجنا من مرحلة مبارك واللي حواليه اوساخ تخلنا في مرحلة السيسي كويس واحنا الاوساخ السيسي بلا وزير استثمار بتوكيو عارضا سفر مئة الف مصري يلو وعندك مئة الف هنا جنب اخواتهم من مليون واحدة سكنية والمليون في الدنيا السيسي فرص امام الشركات اليابانية لتصنيع منتجاتها بمصر وتصديرها للعالم مبروك لليابان اتفتحت لهم طاقة القدر اخيرا هيقدروا يصنعوا اللي يقدروا يصدروا للعالم يارد بالمرة نحفر لهم قناة سويس ويعني نشركهم في خبرتنا في تكنولوجيا الحفرة على الناشف عشان محدش يقول ايه البديل حمدين صباحي يعلن اطلاق اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى الوطنية صحيح ليس على الكمبارس حركة الانتخابات الرئاسية جاي دلوقتي بعد المصايب اللي حصلت كلها وبيتكلم عن حل الوضع شارك بنفسه في انه يبنيه مبروك جماعة المنطق حامل سجناء العقرب يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اوضاعهم اكتر من 150 مسجون في سجن العقرب بدأوا اضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة الغير ادمية للمساجين واهليهم اللي بيزوروهم في مصر السجن مش كفاية لازم تموت للبطيق وانقررت تعترض وتطلب حقك من اللي ظلمك تتهدد بالاكل والعجيب والمقلم في مصر ان مفيش حد تطلب منه حقك غير اللي هاضم حقك اساسا انا متضامن مع سجناء العقرب في حقهم في انهم يتعاملوا معاملة ادمية على الاقل يتعاملوا زي المواطنين اللي محبوسين في سجن كبير اسمه مصر الدخلية تهدد بمنع الادوية عن سجناء العقرب مش لما يكون فيه ادوية بتدخل ولا فيه مساجين بتعالجوا الاول عشان تبقوا تمنعوا عنهم حاجة مساعد وزير الدخلية لسجناء العقرب اللي عيان هيموت واللي مش عيان هيعياء ويموت برضه اللواء حسن السهاجي رئيس مصلحة السجون حاليا والمتهم السابق باستعمال القسوة وتعذيب مواطن والموقف عن العمل سابقا الحمد لله اخد براءة ورجع الشغل ومسكوه سجون مصر كلها مبروك علينا توفيق اوكاشا بعد اسقاط عضويته بالبرلمان انا ادبحت سبحان الله يا اخي الدنيا زي الخيارة يوم في ايدك ويوم في اوكاشا مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ توفيق اوكاشا لحد تنحي مبارك ما كانش حد يعرف حاجة عن توفيق اوكاشا الا اللي كانوا فاضين اوي وما عندهمش غير قنوات محلية فبيتفرجوا بالتابعية على برنامجه المتخصص في الشغل البرلماني على القناة تانية واللي دخل به مجال التقديم التلفزيوني من عشر سنين تقريبا الاساس مندوح اناوي عندما تحدثت في مقدمتي ذكرت ان مصر هي جامعة الديمقراطية في الشرق الاوسط وهنا نقصد ان مصر هي قائدة الشرق الاوسط ان اراد البعض او لم يريد فهذه حقيقة طبيعية وظهر وقتها انه كان ملتزم بالخط العام في متح مبارك وكل الاجهزة السياسية وبعدها وقبل يناير بسنة تقريبا مسك رئاسة قناة الفراعين وبدأ بالاعلان عن طلب متيعات بشروط جسمانية معينة منها الطول ومساحة الخاصر كأنه هيوظفهم في كبارية مش قناة تلفزيونية محترمة واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف تمان طول القضيب او قسره لا يمثل للمرأة اي شيء بالنسبة للاستمتاع بالعملية الجنسية اي مش محترمة قوي يعني بعد التنحي وانتصار 25 يناير المؤقت بدأ يظهر عكاشة ويعلن انه اول واحد هاجم نظام مبارك لا 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 دا نعملها قبل منك بدأ يشتم في سوزان وجمال عشان يبقى متسق وقتها مع المزاج الثوري شوية بشوية بدأ يستضيف احمد سبايدر الشاب اللي كان من اشد المهاجمين لثورة يناير ولأ منبر يهاجم منه الثورة على قناة عكاشة بعدها بشوية ولما بدأ الهجوم على شباب يناير واللي ادعى الجيش انهم خربوا البلد بدأت نبرد عكاشة نفسها تعلق في الهجوم على الثورة وعلى الثوار وبدأ يحذر المشاهدين بتوعه منين الثوار هم ذراع الماسونية والصهيونية وذيولها في مصر وعلى رأيي المسأ العربي الشهير رمتني بدائها وانسلت يظهر لنا ان عكاشة اصلا من اشد المحبين لدولة اسرائيل ومعندوش مانع ابدا في انه يستقبل سافرها في مصر طب البداية كانت منين من كفر الشرفة ده اهلية شاب بائس حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير مقبول وتقريبا باع فدنين ارض وسافر امريكا وهناك زي ما ادعى حصل على شهادة الدكتوراه في ادارة المؤسسات الاعلامية موصحينا لما بيخدموا بيخدموا بضمير يعني ظهر عكاشة بعد رحيل مباركة سادات يقح ينزع الى السلام مع اسرائيل ويبث مودته لها على الهواء في وصلاة رومانسية حرة وكعادة متصدير الشاشة باذن الجيش كان بيهاجم اي حد يجي اسمه في سكريبتات امن الدولة وشؤون المعنوية خالد سعيد والبردع والاخوان وحمزاوي والمرشد العام وزي ما يؤمر ساعات اللوت خبطاته الجمدة والاسرار العظيمة والمؤامرات الفحيطة اللي كشفها محتاج لوحده المجلدات عشانه في حقه يعني ادعاءه بانه قائل ثورة الجماهير في 30 يونيو في شيء من الصوار يعتبر واحد من اهم ادوات الالهاء اللي استخدمها النظام العسكري كان ومازال دوره كبير قوي في انه يلف بالناس كل يومين ثلاثة في موضوع جديد يشغلهم ويلهيهم ويغسلهم ويقويهم ويفردهم ويتنيهم توفيق اوكاشة يتحول بين اوساط المصريين العقلين لاجتيمة تقول لصاحبك مثلا لما يبدأ يفتي ايه عم مالك قلب على الكاشة كده والسلة اللي فيها واحد فتاي وهراي على طول يسموه العقش باينة بلد مليون عقش شخصيته سهلة جدا على فنانين التقليل لدرجة ان فيه ناس كتير قليدته في برامج ساخرة وكلهم قليدوه مظبوط انا فل يا اخوي انا فل يخت عليك يخت عليك ربنا يخليك لومك وتفرح بيك العقش في 2012 اتسبب في بوزان حلقة من برامج مقالب مشهور كانت فكرته ايمة على اهام الضيوف في نص الحلقة ان البرنامج اللي مستضيفهم برنامج انتاج اسرائيل وان الكاست كله اسرائيلي بما فيهم المزيعة ويسجلوا ردود افعال الضيوف اللي كلها كانت ضد اسرائيل حلقة عقشها وقتها بوزت لانه الوحيد اللي شكر في اسرائيل وذكر مقاثرها وده طبعا نسب فكرة البرنامج الرئيسية دكتور توفير اذا تم استدعائك وتشارك في حلقة او برنامج حواري على قناة اسرائيلية تقبل انت الفور لا اقبل تقبل ايوها وتحب الناس الرأيك الى الجماهير الاسرائيلية اذا دكتور توفق هذه قناة اسرائيلية وهذا برنامج اسرائيل هل توافق على ايطاعة الحلقة اوها حلقة اوها توفير اقشها هو هو يوسف الحسيني او احمد موسى بس بطعمه رحة الزبدة الفلاحة شخص متوجه لجمهور معين اغلابه مركب طبق الدش وفوق الزريبة قال كتير قوي ان القناة ماملوكة للست والدته لكن لما فكر يقدم استقالته قدمها للست صفاء حجازي رئيس التلفزيون توفق اوكاشها هو الوحيد اللي لو دخلت التوف على شريط البحث في اليوتيوب هتلاقيه مشرة في كل نتائج التف ولان الامور بيتأوضح في عصر السيسي اللي هو نفسه شكر في ناتنياهو وقابل وفد اتحاد الجماعيات اليهودية الامريكية فتوفق اوكاشها هو كمان افصح بكل بجاحة عن وجهه الحقيقي لما قابل سفير اسرائيل في العلن وعشان لقى المجعالي قاعد يرفص ويطلع الاسرار بتاعته قال مثلا ان نتنياهو هو اللي توسط للسيسي عنده اوباما عشان يخلي امريكا تعترف بثورة 30 يونيو قلت لهم ماشي انا هقول لكم باب بسيطة جيد تكلموا اسرائيل تكلم امريكا عشان تغير موقف ويتم الاعتراف بالرئيس عفتاع السيسي رئيس منتخب وبالدولة المصري وبثورة 30 من يونيو وبثورة 30 من يونيو انها ثورة شعب وبالفعل تم الاتصال باسرائيل وطلبوا منها هذه الطلبات واسرائيل تدخلت وسافر بن يامين نتنياهو الى واشنطن والتقى بالرئيس اوباما وهم على خلاف مع بعض وقال له الوضع كذا كذا دي صورة شعب رئيس عفتاع السيسي رجل كويس جاء بالانتخاب احنا مرقبين ومتابعين الموقف كويس الاخوان فشلهم فما تتمسكش بالفاشل ولابد ان تلتقي بالرئيس عفتاع السيسي قال له حاضر هلتقي بالرئيس عفتاع السيسي اثناء اجتماعات الامم المتحدة مهل مسروقات ما بتطلعش الا لما الحرمية يختلفوا او كاشا شخص يبدو في اوقات كتيرة انه غريب الاطوار احيانا كتير بتتلبسه روح السادات وبيقلده في القعد على كرسي في الاريان ماذا تمثل لك قرية ميت الكورمة والله انا مستدفكو عالكراويطة اول حاجة الكراويطة اللي احنا عدين عليك دي احنا عدين انا في البلد بنسميها الكراويطة واحيانا انت حش انه بيبقى مش مدرك هو بيقول ايه وجه توفيق طين الدنيا اكتب وده بيأكد كلام ناس شافوه في مدينة الانتاج بيبالبعت رمضول في اسناء فواصل البرنامج بتاعه يمكن عشان كده بيخبط في كل الاتجاهات مرة يشتم الحكومة ويلزق بلاستر على بوق ويفضح فيقة معها للحريات ويشتم رئيس مجلس النواب ويرجع يعتذر يتباهى بموضوع استقباله للسفير ويبرره بباجاحة ولما يصوتوا على شطه من المجلس يبوس ايد صحابه عشان يدخلوا القاع يعتذر كتير بتحس ان عكاشا هو مجرد قروي سازج بهارته أضواء المدينة بيموت في الشهرة وإثارة الجدل السؤال اللي مش ممكن نعرف له إجابة هل فعلا بي خمسة وتسعين ألف ناخب انتخبوا عكاشا في دايرته والسؤال الأهم هل الصهاينة فعلا جندوا عكاشا في أمريكا لو السؤال ده تكرر هفجر ده في دماغك عكاشا في الفترة الأخيرة بيحاول قال ايه انه يقنعنا انه بقى عب على النظام فاكرنا ممكن نصدق الراجل لمؤاخذة عب زيه ومش هلوقف كتير عند ضربوا عكاشا بالجزمة لكن هنسأل اللي ضربه كعضو مجلس بتدعي كرهك لإسرائيل تقدر تطالب بغلق سفارتها في القاهرة اه لو كنا فضيين لك يا عكش للأسف في الأهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة